السلام عليكم ورحمة الله. اهلا وسهلا بكم في قناتي. كل سلام طيبين. يوم جديد وروتين جديد من تحضيرات قبل العيد. اليوم النهاردة يوم الريسيبشن. هزبط فيه كل حاجة تنظيف عميق جدا جدا من الاول للاخر. ولكن اسمت الفيديو على جزئين علشان ما يكونش الفيديو طويل عليكم. اول حاجة هعملها انت انا طبعا هزبط الشقة الاول. زبطت الحمام. مفيش حاجة في المطبخ. ولا معين ولا حاجة. زبطت السلاير وفتحت الشبابيك. وبعدين دخلت على الريسيبشن. اول حاجة هعملها ان انا هشيل السجاجيت كلها من الارض. هتنفط كويس قوي. لو هي مش نضيفة عندك شفاطيها بالمكناسة الاول اتاكد انها ما فيهاش تراب خالص. علشان الخطوة اللي بعد كده لما نغسلها بخلطة على الناشف. ما تعملش معاكي طينة مع التراب والمية فهتعمل معاكي تتبهدلك يعني. فعايزين تكون ما فيهاش تراب ولا فيها اي بواقي فتفيت او اكلة او اي حاجة خالص. السجاجيت تكون نضيفة. بعد كده حاسحب الانتري خالص بعيد عن الجزء بتاع السطارة والشباك. الشباك مليان تراب جدا جدا. بقالي فترة فعلا ما اضفتوش من العيد الصغير. كمان السطاير مليانة تراب. حواريكو دلوقتي. بعد ما نشيل السجاجيت اول حاجة هنعملها هي الحاجة اللي تاخد وقت. يعني السطايرة عايزة تانشف طبعا. فهنعملها اول حاجة عشان على ما نخلص تكون ناشفت واني بتزي نعلقها ما نتعطلش ويفضل فيه حاجات عايزة تعمل. شايفين التراب كميل التراب اللي في السطارة طبعا كتير جدا. حتى لو انت افل الشباك مش بتفتحيه. برضو بتلاقي الدنيا كلها امترابة. بشيل المشابك اللي هي بتكون اه متعلقة في الشريط بتاعي السطارة. علشان ما تعملش صدق على الشريط ولا حاجة. وبعدين بحطها في الغستالة. وبنع العصر. بعمل ماني على العصر. بعملها على درجة حرارة بردة جدا. وبحط شوية مسحوق صغيرين على قد السطاير. وبعد آآ ساعة بالزبط بتطلع السطاير نظيفة جدا ومش معصورة. فما بتبقاش بكسرة ومش بحتاج ان انا اكويها ابدا. عمري مكاوت سطارة. علشان استطاير لما بخسلها يا بخسلها على قدية ومش بعصورها يا بخسلها في الغسالة وبردو ممنع العصر. لميت كل الاترابة اللي في الارض ما كان استجاد بس عايز اواريكم شكل الشباك عامل ازاي? طبعا كمية تراب رهيبة. كمان المجرى بتاعت الشباك. مليانة تراب جدا. حباريكم دلوقتي حنضفها ازاي? بس كل فترة مش كل ما هي نضف الشباك بعمل كده. كل فترة بشيل السلك خالص من مكانه. فيه مصامير كده بفكها. وبشيل السلك خالص من مكانه عشان بفضل ان هو يتغسل افضل من انه يتمسح. بيكون عليه كمية تراب كبيرة جدا. فبردو المسح مش بينفع معاه قوي. لو انت سيبا بقى لك فترة يعني وعندك الشباك ده في الصالة. آآ هتلاقي ان هو محتاج ان هو يتغسل اكتر منه ان هو يتمسح يعني. هخصله بالزبونشة عادي والصابون. واسيبه بقى يتصفى على ما خلص الشباك يكون تصفى وبعدين اركبه. دي كمان المجرى اللي بيعدي فيها الضرفة السلكي دي. هنروح على الشباك بقى. طبعا دخلنا ستاير الغسالة. الشباك محتاج تلميع. مليان تراب كتير جدا. فمحتاج تلميع. هبتدي امسح الازاز. انا هستخدم ملمع الازاز. عايز استخدمي يخلى على مية جميل جدا. وهينضف ويلمع معيك. بس مهم اوي ان انت تكوني لابسة حاجة في ايديكي او ماسكة حاجة تقدر يتحكيمي في المسحة علشان ما داكيش. انا نضفت المجرى باعت الشباك دي بالمنزيل الاول شفت كل التراب. وبعد كده ابتديت ان انا علام معها. والجزء الصغير الديق ده. يتعمليه بخلة الودان. يا اما بمنزيل ومفك. حطيت المنزيل كده. وابتديت ان انا مشي عليه المفك كده بالراحة. لحد ما نضفت خالص المكان ده. عايز اقول لكم كمان ما تستخدميش سلك معين خالص لو عايز اتطلعي بقع الديهان بتاعت الحيطة اللي هو المكان النقاشة يعني. ما تستخدميش السلك خالص. انا جربت استخدم السلك لما كنت منظف الشباك ده قبل كده من زمان يعني لما كان فيه دهان في الشقة اتقشر مني خالص وباز فبلاش يستخدمي سلك خالص ممكن تطلعيه بالتنر او الجاز بيطلع بسرعة برضه. فطبعا على معرفة ان هو بيعمل كده اتقشر كده شوية مني. هفك طبعا النزلات بتاعت الستير. انا في العيد الصغير ما فكتهاش. انا مسحتها وهي اماكنها. ولكن طبعا اتطربت كتير جدا. هوريجو دلوقتي المية عاملة ازاي. فكت النزلات بتاعت الستير اللي في الاجناب دي طبعا تكوني عارفة بتتركب ازاي. علشان ما ما تدوخيش في التركيب. طبعا نزلت كمية تراب رهيبة. مية ما كانتش نديفة ابدا. انا حطيت برسيل جل. حلوة قوي مش بيتعبك في الشطف ولا بيخلي الحاجة تجير. وكمان بينظف وبيعمل ريحة حلوة جدا من غير ما تحطي دوني ولا اي حاجة. خشطوا في الستير كويس قوي كزا مرة. وبعدين اسيبها تتصفى لوحدها خالص. مرضيتش يحطهم في الغسالة علشان طبعا الفرانشات اللي الرجبة دي بتتقطع. بصوا كمية التراب اللي على الجزء ده. طبعا ده مش بيتفك خالص. فبنمسحه وهو موجود. عليه كمية التراب كبيرة جدا في كل التنيات اللي بتبقى موجودة في شكل الستطارة. البرقع يعني. بس انا بنضفها بمنتهى سهولة ومش بتتعبني ابدا. اكتر حاجة هتريحك في تنظفها هي الجوانتي. الجوانتي اللي هو الشرشوبة بتقدري تحكيمي فيه وانتي لبساه. مش بيخليك زي ما تكوني مسكة فوطة مسلا وتفضل كل شوية تفلت من ايديكي. شايفين انا ما اضفتها بمنتهى السهولة ازاي? كيانها تغسلت بالزبط. حطيت برسيل جيل على مية. وبعدين ابتدت ان انا قبل الجوانتي وعصوره كويس قوي. وارفع القماش بايدي وبايدي التانية ابتدي امسح. هو ده الجوانتي اللي انا بقولكو عليه مريح جدا وبيخليكي تدارس تحكيمي وانتي مسكة الجوانتي في الحاجة اللي بتنظفيها كويس جدا. رفعت كده باديا بالشكل ده. وابتديت ان انا امسح جزء جزء لحد ما اضفت تماما بالشكل ده. عملت كده في كل استطارة. كمان الجزء اللي فوق في البلتة كانة اللي هو الجزء اللي فيه الزراير اللي زي الكابتوني ده. ده برضو بيكون مليان مليان تراب برضو مسحته بنفس الجوانتي. كل مرة الجوانتي يتبهدل ابتدي اخسله كويس ايه واشطفه من التراب اللي فيه. وابتدي امسح به وكمل تاني. كده خلاص انا خلصت استطارة ناشفت وكمان علقتها. شايفيني الشباك بيلمع ازاي? ملمع الايزاز حلوة قوي قوي في الشبابيك. بيلمع جدا الشبابيكي القليموتال. وبيخليها نضيفة جدا. ركبت استطارة وحبتدي ارجع كل حاجة مكانها. طبعا انا غسلت استطاير كان بالليل. ودلوقتي ركبت استطاير الصبح. حبتدي اركب استطارة لازم كويس جدا. تكوني عارفة استطارة بتتفكي ازاي? وطبعا الاهم تكون بتتركب ازاي? علشان ممكن تفكيها وما تعرفيش تركيبيها خالص. كده استطارة ناشفت. كمان النزلات بتاعت البرقعة ناشفت. وعلقتها. وطبعا اه عايز اقول لكم ان هي باين عليها نضافة جدا. وكانت مطرابة قوي. كده خلاص انا خلصت الجزء ده. انا كنت شدة الانتريه بعيد شوية. عملت الشباك وعملت السطارة. عملت البرائع. ونضفت كمان الارضيات ومسحتها كويس جدا. بالخل. بحس براحة نفسية شوية لما بدل حاجات من اماكنها يعني. فحدخل الانتريه جوه. وطلع الركنة برا. ده كده انا بسميها تنظيف اليوم الواحد. علشان انت لو صحيتي بدري اليوم ده. وبدأت تنظيف. تخلصي قلت هخلص الريسيبشن كله النهاردة. هيكون معيك الموضوع سهل وبسيط. وفعلا هتخلصي في نفس اليوم. على ما تخلصي التنظيف هتكون الستيار نشفت. وعمل تعملي اليوم ده يوم الريسيبشن علشان تخلصيه كله في يوم واحد. عندي زي الاباجورة دي. هبتدي طبعا عليها تراب كتير جدا. والكبيات بتاعتها دي طبعا بيقف عليها ممكن اوقات دبان. وممكن تعمل تراب. فهبتدي اخسالة عادي جدا بالسبونشا والبريل على الخل. بتنضف بسرعة قوي. وهي النوع بتاعها بصراحة كويس. بقالها عندي ست سنين وبخسلها كل مرة. وبتنضف بسرعة. وبصراحة كويسة. الوضاء بتاعتها كمان حلو قوي. انا كده خلاص غسلتها وسبتها لما جفت خالص. وتغذي بالك طبعا انك ما تجيبيش مية ابدا وانتي بتنظفي جوه المكان بتاع اللمبة علشان بيكهرب. اللومت كمان مسحتها. وده بقى شكلها في النهاية بعد ما تنظفت وشلت كل التراب من عليها. عندي اللي بكون اديات موجودة برضو في برضو هدخل طبعا التنظيف عادي جدا. كل حاجة في هننضفها مش هنسيب اي حاجة. طبعا نضفت الشيش كماليان تراب. عندي بقى بحط مية على الشيش بس. انما السلكة والازاز الدرف دي بعملها بملمع الازاز او بالبخاخ اللي فيه مية على خل. او بريلة على مية اي حاجة تلمعي بيها. ببتدي طبعا السلك ده بيكون عليه تراب كتير. هبتدي ألم مع التراب كويس قوي اشيل التراب من على السلك ومن على الضرف الازاز. وبكده تكون البلكونة عندي خلصت. كمان حمسح الارض في البلكونة كوب فيها مية ونضفها كويس قوي. شايفين طبعا كميتة التراب عاملة ازاي? عايز اقول لكم ان انا عملت في يوم واحد فعلا. اه ولكن هكمل ان شاء الله معيكم اه في جزء تاني علشان ما يكونش الفيديو طويل عليكم. بنخلص بدري بدري علشان نكون باذن الله ما ورماش حاجة يوم عرفة. مش محتاجين خالص ان احنا نبقى مشغولين باي حاجة تانية. غير الدعاء والعبادة. ربنا يتقابل منكم يبلغكم يوم عرفة باذن الله. وكده انا خلصت البلكونة. عندي بقى السجاد. طبعا عملته بخلطة حلوة جدا. وحطيته في البلكونة عشان يتشمس. بس ان شاء الله في الفيديو اللي جاي. كمان نضفت النجف. وطبعا آآ عندي السفرة. لما عطاك كويس قوي وشلت كل الحاجات الكراكيب اللي موجودة فيها. وفي البوفية والنيش وزبطت كل حاجة. والسجاد بقى بينشف. انا مرضيتش اتاخر عليكم الفيديو ونزله كله كمان مع بعضه. علشان اي حد لسه ما نزلش ستاير يلحق يخلص بسرعة. قبل يوم السبت ان شاء الله. علشان يوم عرفة ما يكونش وراك حاجة غير انك تعملي الفطاره بس. عيد سعيد عليكم باذن الله. واشوفكم على خير ان شاء الله فيديو جديد من سوبر مامي. وحط لايك الفيديو لو عجبكو. ولو اول مرة زوري قناتي دوسي على سبسكرايب وفعلي علامة الجرس. عشان يوصلك كل الفيديوهات الجديدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.